بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على الهاد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله مشاهدي الكرام ومشاهدات الكريمات متابعي قناة الواقع الفضائية ومتابعي مجلس النشام حياكم الله وأمسي جميلة وأمسي جديدة مع ضيوفنا الذين شرفونا في هذا اليوم وعلى يميني ضيفنا العزيز الذي حقيقة نشكر له إجابة لدعوة البرنامج الذي تكبد عن السفر وحضر إلى هذا البرنامج ليشاركنا وأن ننهل من معينها العذب رحبوا معي بالأستاذ عبدالله الثقة فيه حياك الله يستاذ عبدالله الله يحييك ويغنيك ويبقيك ومجلس مثل هذا المجلس أنت فيه وسمو الرجال الموجودة فيه والمبدأ اللي يقوم عليه والشيم والقيم التي تنقل من مثل هذه المجالس كما يتصورها الجميع وتصل لكل بيت ولكل أسرة تعتبر مصدر من نصاد للتعليم والتعلم هذا تحثلها الركاب وهذا يجي لها الواحد حتى يجي له حافي في عز القيف ليه؟ لأنك أنت تجي إلى سوامي وتجي إلى شوامك وتجي إلى علوم غانمة تمثلها اللحوات الغانمة الطيبة فشرف لي كبير جدا والله حضوري لهذه القناة الجميلة والطيبة والمباركة ومعنا لا زي ما يقولوا عد من عرض حزمة الله يحيي نحن نبني معكم في فكركم ونقول بيض الله وجيهكم على الدعوة ونسأل الله أن نكون عندي حسن الضر أقول أنت مبارك يا أستاذ عبد الله والحقيقة المنابر ودائما أقولها للإخوان أقول المنابر لا ينبغي أن يتسنمها للي مثلك شرواك شرواك عندي حقيقة أنت أديب وباحث في التاريخ الإسلامي واثريت المكتبة الإسلامية بمؤلفاتك الجميلة والحقيقة أننا نتشرف اليوم أنا وإخواني أعضاء مجلس النشامة بوجودك بيننا والله يحيييك مرحبا ومسهلا أيضا رحبوا معي أيها المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات بضيوف الدائمين الذين إذا حضروا أثروا الساحة بالرواية والشعر والكلام الجميل أبدأ بخوي الأستاذ والأديب والراوي الأستاذ فهد السمدان حياك الله يا ابو نايف ومسه عليك أبو سعود بالخير ومسه على الزملاء في مجلس النشامة هالكوكبها الذهبية مسي على مشاهدين الغالين خلف الشاشات كما أني أعتبر المجلس اللي مثل السفينة اللي تبحر في الماء لكن سفينة ربانها أبو سعود وأعراها أكارم هؤلاء حقيقة سفينة تعتبر سفينة بإذن الله ناجحة والله يحفظك يا رعاك الله يوفقك يا ابو نايف ومرحب ومسهلا والحقيقة ترا كذا غبت عنا فقدناك يا ابو نايف الله يطول عمك لا تطول الغيبات عنا الله يرفع قدر لأنك ليه منك طولت الغيبات عنا ترى بندبل عليك المشاركة وانتعبك معنا وبذل ما قال أستاذ للأستاذ عبدالله منطول الغيبات جاء بالغنان بشرب الغناهم لكن أنا أقول للأميرة ناصر العماج رعا العماجية عنده مجلس عامر أنا ما ودي لا لا تفضل غض راحة عنده مجلس عامر أبوه قبله جعلهم في جنات الناعي والدين والديهم والحملهم والأموات وهو مجلس عامر ويوم الجمعة عندها غدا مستمر ما شاء الله لكل من جاء فيقول لي تعال كل جمعة قلت لأ أنا بجيكم في الشهر جمعة واحدة قال لي قطبع المكبيكم لا تملوني وبليغلق الشي وعبت عليكم القديم لكم ناصر ناصر أقول سياستا طيبة وذكاء منك يا أبوه نايف وانت ماخذن قاعدة زر غبا تزداد حبا لكن حنى دائما تجينا وتزداد حبا الله يطول أمرك الله يحييك يا أبوه نايف أيضا رح يبو معي بالأديب والمربي أخونا وحبيبنا الدكتور جمعان بن سعد بن عويس أرحب يا أبوه سعد الله يبقيك يا أبوه سعود ويحييك ويطول عمرك ويحيي يا أخواني الكبار الأساتذة الموجودين للأعضاء الدايمين وكذلك ضيفنا والأديب الأستاذ عبدالله الثقافي أخوي الراوي نايفة السمدان شرف كبير لي أني أجلس بينها الكوكبة في الحقيقة والله أنت أولهم يا أبوه سعود والله يطول عمرك والله يحنون أخواني الحاضري والله وجودك إضافة لأي برنامج الحقيقة تظهر فيه أستاذ جمعان ولا يحنون الأخوان جميعا الحقيقة مرحبا بكم دائما الصدر لكم مشروح والباب لكم مفتوح والحقيقة نشرف بمعيتكم في هذا البرنامج وغير من البرامج الله يحييكم جميعا أيضا أيها المشاهدين الكرام والمشاهدات الكلمات رحبوا معي بالأعضاء الدائمين في هذا المجلس المبارك وإلى النشامة ويستضيف النشامة حي الله النشامة أعضاء المجلس وعلى يساري أخوي عيد بن طاحوس أرحب يا أبوه خالد رحب يا أبوه نطول الغيبات جاب الغنائم أرحب أبوك المسي عليك طالع أمركم نرحب ضيفنا الكريم الأسد عبدالله ثقافي والأخوان دائما في المجلس ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد الله يحييكم جميعا أخوي الكبير حمدان الشمران أرحب يا أبوه علي تبقى مرحب الله يمسيك بالخير يمسي زملانا وضيوفنا وامتابعيننا بالكل خير واليوم كان الحرب يعود علينا أبو سعود والله يا أبوه أنت أعلنت دخول الشتاء أعلنت مرتين مرتين أعلنت مرتين أعلنتها وبعدين حطيت فيها فاصل ونواصل بس توب أبيض ثم يوم الخميس لبست الثوب الحقيقة الشتوي وقلت أنت سويت كأنها النفخ في الصور نفختين النفخ الأولى والنفخ الثاني يقولون في واحد شرالة ثلج ذاك اليوم وكان يوم براد حر فكثر الثلج وازتاد حملت الثاني جاء النار الثاني ببراد أعود خسرها كلها أحيينا اليوم أرى نهدفها شوية لكن الله يبسيكم بالخير ويسعيدكم الدنيا وآخرة الله يحييك أبو علي أيضا راح يدو معي بخوي الكبير الحبيب الأديب الأريب أخونا سعيد بمشبب الكبير الغامدي والله نطول علينا ولكن في خطرنا منول عليه والله ما ديش في خطرنا لكن لا يشفناه باحة اللي في خطرنا كله أرحب بيبو مشبب الله يحيي نباك أبو سعود ويطول أجلك على طاعة الله ومن يسمع ويحيي يطول عمر ضيوفنا الكرام وخويانا الحشاب ويحيي ملوكنا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأن الله يعافي مريضهم ويوفق كبيرهم وصغيرهم ومن يسمع وقمي من على الشاشات ومسيهم بالخير والعلوم يطول عمر بن أطاكيها إن شاء الله بعد ما نأخذ علوم الضيفان وصلى الله على محمد الله يحفظكم من يسمع الله يحيي كبيرهم شبب ويحيي الجميع حقيقة أيها المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات متابعي مجلس النشامة دائما عودناكم على التلقائية والعفوية في هذا المجلس المبارك ونتناقش فيما يعزز الشيم والقيم ومكارم الأخلاق ونحن لما نتكلم عن هذه الأمور نحن لا ندعي الكمال ولسنا في مقام المعلمين وإنما من باب التواصي بالحق والتواصي بالصبر والتذكير وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين حقيقة ببدأ عند أخوي دكتور جمعان بن سعد يذكرنا بشيء من الذكر من قال الله وقال الرسول في دقيقتين حن ننتفع بها وهي لا تضرر فضل يا دكتور جمعان الله عزك خير يا أبو سعود ويطول عمرك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وإذكى التسليم في الحقيقة ها